هذا وقد ترأس مدبولي اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني التابعة لها وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج عمل المراجعة التي تمت منذ آخر اجتماع عقدته فيما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التي طلبت تقنين أوضاعها وبناء عليها وفقت اللجنة على تقنين أوضاع 230 كنيسة ومبنى تابعا وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموفقة على تقنين أوضاعها منذ بادي عمل اللجنة وحتى الآن 2401 كنيسة ومبنى تابع وفي ختام الاجتماع وجه رئيس الوزراء التهنئة للمصريين الأقباط داخل مصر وخارجها بمناسبة قرب حلول عيد القيامة المجيد